بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي واحباتي في الله رب اشرح لي صدري واسر لي امري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي الساعة بعدين العصر بس هيك عملت بس لم افعل باني لم اقرأ سورة بقرة ولم اقرأ سورة الله ولم اكمل اي شيء الحمد لله رب العالمين على كل حال بدا اتكلم عن موضوع الاوراد في اخوة الهن اوراد يعني التزموا فيها منذ زمن بصيغة معينة للاستغفار او للصلاة والسلام او لأي شيء اخر اوراد حبوها عملوا بها منذ زمن قطفوا تمارها وهذا لا عيب فيه لكن انا بتكلم عن تجربتي في قناتي فلا استطيع اني اوافق رايك في وردك انت عايش هذا الورد جميل استمر عليه انت قطفت تماره جميل استمر عليه اني لاعيب هذا الامر ولكني لا استطيع ان اوافقك حتى اني اعيش الورد الذي عشته انت واقطف تماره كما انت تقطف تماره انشان ابيل الناس هاي النقطة اني انا عندما اتكلم عندما اتكلم اتكلم عن حياة عشتها عن نفسي حقيقة حتى لو كانت الفكرة فكرتك وانت اخدت ورد لكني اخدته من بعدك واطبقته على نفسي وقطفت الثمار التي تتكلم عليها عندها اخرج واخل يا جماعة هذا ورد جميل وهذا ممكن كنت اعمل فيه فلك انك انت تستمر ما تعيب عليك وردي ولا يعيب عليك وردك وهذا جميل كلها تذكر لله ولكن احنا هون بدنا نعيش اية رسولة السلام قال بلق عني ولو اية مش ميت اية اول ايش اني بدي اعيش انا مع المتابعين عندي اية الاستغفار عندما تقطف ثمار الاستغفار بكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المولى عز وجل في سورة نوح فقلت استغفوا ربكم انه وكان غفارة يرسل السماء عليكم بالضرارة فجاء المطر ويمدلكم بيومال وجاء المال وبنين وانفتح الحياة امامك بسبب بفضل الله بالاستغفار هنا انت بتكون عيشت الاية تاخذ هاي الاية وتخرج الى الناس وتخبرهم ماذا وجدت لكن انك تاخذ قسم من الصلاة والسلام طبعا كله ذكر لكن انا بدي اعيش اية تاخذ قسم من الصلاة والسلام وقسم من القرآن وقسم من لا حول ولا قوية تلب الله وقسم من هاي وقسم من هاي ولا تخرج بشي لا كل ياته دين وكل ياته خير لكن انت اذا كانك تعبان وغلبان خلينا نروح على الاستغفار لانه هاي طهارة القلب وهي طهارة الجسم يعني الجسم في الوضوء في وضوء الماء وهي طهارة القلب في الاستغفار ومن تخلي نتخلى عني تنوب ونبقى نستغفر 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 حتى نقط في الثمار فانت ساوي اولوياتك انا ما بعملك اولويات انت مسؤول عن اولوياتك فشوف حالك باي اولويات بدك تستمر اذا انت مبسوط في الورد الا انت فيه امارك طيبة وماشاء الله ابقى على وردك ما بالاخر دين وكلها نقبل الى الله ونعرف انه الامر كله بيد الله وننصب الفضل لله وليس لنا من الامر شي هاي هي لكن الناس متفلتة تعباني ما عرفت انه الذنب هو الذي حال بينه وبين الخير وبين الرزق وبين الله كل اشي كل اشي انت بدك اياته ونفسك فيه مش غادر تصله وسبب ورائه ذنب فانت عندما تتوب من هذا الشي كل اشي تتوب من هذا الشي الله سيفتع عليك الباب الذي يصلك الى حله بيعتقربنا المفتاح وبيقول لك هذا المفتاح اقبل على صورة البقرة مثلا او اقبل على الصلاة على رسول السلام او اقبل روح عند امك وبوس قبل جبين امك او اه خلاص هيك بصير اشياء جميلة تأتيك انت لا تدبر شي الله يدبر لك عندما تشرب الاستغفار كيف نستغفر احنا تجربتي يا عمي يا اخوتي انا بحكي عن تجربتي لا استطيع ان اتكلم عن تجربتك ولا شي حتى اعيشها ان عشتها لك ان تكتب بالتعليق يا جماعة انا عشت كذا 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 لك ان تفتح قناة لك ان تساوي احنا بدنا ننهض بالامة بس عشان المصدقية لازم ان اعيش الآية لا يجوز اني اجيب مئة الف كلام مرات تسمع يعني قنوات تتكلمت يعني تنظر تنظير 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 يعني ما عاشت الاي وبتقولك كذا وكذا 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 يعني انا عندما سمعت ذاك الفيديو الذي قال ثلاثين الف استغفار عشت والله ما كنت اعرف انه واحد يقول لي ثبت ولم يثبت عن رسول الله السلام عشت وكنت يا اخي ميت فاز لازمت وقطفت تمار جعل المطار جعل المال وقضية الدين والحمد لله رب العليم انت كتب علي هذا اصدقك ولا اصدق الله الذي يحقق لي كل شي انت لا رايك ما بيهمني انتهى موضوعك في ناس ممكن الله يفتح لهنا بعشر تلاف في ناس يمكن يفتح لهنا بتلات تلاف انا ما بيدفع اتكلمك عن ثلات تلاف ولا سبق تلاف انا عشت pakai 15 الثانين الف استغفار 30 الف استغفار في اليوم ستغفى اله ستغفى ستغفى الله ستغفى الله فيا جمعه انا بحكي للامان ولا الصدق اني هذا اللي سويته هذا اللي عملته فبالنسبة للأوراد بتكلم عن أورادي التي عشتها ومعاي يقينا يقينا من الله انه هذا الذي حصل معي ان كان بقراءة سورة البقرة قلت 1700 مرة وانا بقول لك سأتكلم عن هذا الموضوع بديه في اسئلة هناك والله مش عارف انا انهي هذا الفيديو كنت ادي انهي على انه الأوراد من اين انا اتيت بالورد عشته انتي عيش ورد بتعيش في الصلاة على الصلاة والسلام مبسوط فيها والله انا عشتها ليس اني ما عشتها شوانا اقول لك لا انا عشتها ولكن انتي اذا انتي ناقصك ممكن انتي صاحب مال انتي معاك المال ولكن انتي ما فيش عندك هدوء نفسي مليح جميل روعة الصلاة على الصلاة والسلام وصورة البقرة لكن اذا انتي محطم ما فيش ايش امامك ولا ايش مال ولا فلوس ولا ايش استغفر الله ويقرع عني الذنب الذنب هو الحاجز الذي بينك وبين رزقك فأنا ببين لك إلا أنا أعيشه اتجيب لي من عندك اكتب بالتعليق وأنا لم أمحى ولكني لن أحقب عليه لك ليش لأنه إذا أنت عملت تحدد عدد معين وإنت عشته فأنت مسؤول أمام الله عنه وأنا مسؤول أمام الله ولكني أنا طبعا بالنسبة للأوراد مثلا بالنسبة للأوراد الذي بقوله مثلا تحديد العدد تحديد العدد يعني أنا تكلمت عن الأوراد تحديد الأوراد إلا بيقول لك بتساوي ورد ثلاثمية وثلاثة عشر وسبر سبعة وكانه رقم تلافون منهم جابوا هذا والله لا أدري أما ثلاثين ألف أنت قلنا ممكنك تقعد بين الفجر والشروق فبيطلع معك سبع تلاف إذا بتطلعك تقول سبع تلاف ثمان تلاف بيطلع معك هيك بين الفجر صلاة الفجر والشروق فبيتقول للناس يا جماعة أنا استغفرت كذا من كذا لأنه هيك بيطلع لأنه في ناس كسولي تستغفر بين الفجر والشروق خمس مرات وتقول لك أنا استغفرت بين الفجر والشروق لا لا يزال للساني كرطلن بذكر الله والذاكني لا قطارة كثيرة والمستغفرين بإصحار وهيكا أنا هنا بالنسبة للأوراد بيانتلكه كل واحد عايش هو بيعرف حاله بيعرف خلاصه إذا كانك حياة طيبة معك ورد مبسوط منه تحسنت حياتك فيه يبقى عليه بالآخر إحنا بدنا حياة طيبة ما هو ربنا بيقول خلاصة الكلام من عمله صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة وهذا لابدنياته أنا بدي لي فلوس وما تكون حياتي مش طيبة لا أنا بدي كلها تبدي الحياة طيبة مجموعة مع بعضها فالحياة مع الله من عمله صالح من ذكر أو أنت وهو مؤمن يعني مؤمن إن الله هذا من عند الله وينصر فضل الله ولا يشرك بالله شيئا وإنه إذا أعطاه الله فهو العطاء من الله والمنع من الله فإذا منعه فهو أدنب وإذا أعطاه فهو يعني تائب فنسأل الله إذا أعطاه وهو على دين فهيك إحنا نخبل على الله وأنا بس بتكلم عن تجربتي فقط عن تجربتي لك أن تكتب وردك وتقول اعمل كذا وكذا أنا لا أتدخل إلا إذا كان فيه ضلالات إذا فيه ضلالات طبعا أدخل فيه أوراد كثير والناس عايش بأوراد والأوراد جميل الأوراد يعني أنه مثلا أنت تأخذ الله حوله ولا قوته إلا بالله كل اليوم أو واحد الأوراد يعني أنه واحد يأخذ صلى الله عليه وسلم كل اليوم بالصيغة الإبرامية مش بالصيغة الإبرامية هو عاش هو قطف ثمار هو مبسوط فبدي يجي ويقول لي لا صلوا على رسول الله جميل بس إحنا أنا بدي أعيش في هاي القناة أعيش أول شيء الاستغفار أنا عندي صورة البقرة وعندي الصلاة على رسول الله وعندي المقايضة اللي بيسميها إنك أعمل عمل صالح ثم أسأل الله فيه إذا كنت فيه كرب شديد عندي هذا كل ياته عشته والصلاة في وقتها خمس سلوات في تكبير الإحرام الأولى كل هذا فضل من الله فعندي موسوعة بفضل الله مما ابتلني الله نعم فهنا مني إن شاء الله جميل إنك إذا عندك كرب ابقى عليه ولكن وأنا لا أعيبه عليك لأنه كل شيء قاله لكن اتفقد إذا الرسول السلام قل لك عن هذا الكلام يعني الاستغفار فيه خير طيب جميل الرسول السلام طبعا قال عن الصلاة وعن رسول السلام إذا قلت يعني إذن لا أبي بن كعب أجعل صلاة كلها لك يا رسول الله قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك وأنا ممكن يكون معي فلوس وكل إشي ولكن إسا أنا مهموم بصلي على رسول السلام إشرع بالصلاة على رسول السلام كل الوقت لكن إسا اليوم وهي القناة إسا فتحت على الاستغفار صورة البقرة وأشياء ثاني ما بدي أنا أشتت المبتدئين في ناس مبتدئة يا جماعة يعني اجداد على الصنعة يعني يمكن يا دو بيصلوا ففاتوا على الاستغفار ما بلاش نشعر فيهم صورة البقرة والاستغفار وصولة على رسول السلام وقيام الليل صلي العادي يا عمي امسك المسبحة ويظلك استغفر الليل ينهار إذا أنت ما وصلتش للخلال عشر تلاف بكرة بتصل عشر تلاف كمان يومين تصل عشر تلاف إحنا بنستغفر بس اللسان بتحرك حتى ما في الصوت ورايح تيجي عليك أوقات ممكن أنت يا أخي إلا أنت مش عاجبك كلامي أنك أنت تستغرق جميل رايح ييجي بالثلاثين ألف استغفار ووقت كبير إنك تستغرق بالاستغفار لأنه ما بخلصش الاستغفار بساعة الثلاثين ألف لو بتكاش تعمل ولا إشي بس تكبس هون ثلاثين ألف كبسي بوكل منك ست سبع ساعات وإنت تكبس نعم فما يعني شوي هيكا أنا عارف شو بحكي وأنا عشت هذا وأتكلم عن حياتي التي سوف تعيشها أنت بإذن الله تعالى وتقطف ثمارها لأننا خمناها عن غيرنا وعملنا بها بالألفين وخمستاش وقطفونا ثمارها وعملنا فيها بالألفين واثنين وعشرين وقد تدرجنا بنفس التدرج اللي كان في مئة وثمانين فيديو بهاي القناة تتكلم عن استغفار سورة بقرة ممكن أنك ترجع جميل كيف تقرأ سورة بقرة أين تقرأ سورة بقرة ولا عنده ماس ولا عنده سحر ولا عنده أشياء من هالشكل ما العمل سورة بقرة ماذا تفعل بك الاستغفار ماذا يفعل بك ألمتك مصيبة ماذا تفعل فيه هنا بهذه القناة تشعب كبير المصبوط أنا ما عرفتش أرتبهن أنا مش هلقدي يعني أرتب إنه يعني يعني مش عارف أرتبهن هيك موجودة مئة وثمانين فيديو وعرفش إذا ببينه عندكو إذا بتفوت على قناته ببينه ف لازم أعطي أنا عنوان عنشان نستقطبهن دائما يكون العنوان مثلا فيه مثلا استغفار أو سورة البقرة أساس إنه نبين متابعينا تابعونا على أساس إنه نفاتوا معنا بعض الأمر فإن شاء الله دائما فيه كلام عن استغفار أو عن سورة البقرة طبعا الصلاة على رسول السلام والصلاة بوقتها نحن لا نحن يعني هذا إشي بديه إن الصلاة يعني مجبور إنه نحن نصلي الصلاة نعم وآخر دعوانة الحمد للرب العالمين كل واحد مبسوط بورده وهو قاطف ثماره وهو جميل وتجربته مليحة ما هي 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 بيت القصيد إلا بقول لك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هي بيت القصيد بلغوا عني ولو آية وهذا اللي أنا أجيت أبلغه بلغوا عني ولو آية أبقين لك هذا الأمر فإقبل النصيحة وإذا أنت عندك تجربة بتخصك بتشابه تجربتي في استغفار بطريقة آخرى جميل خلص إبقى عليها ولا تغير ليش تغير يعني جميل إنك تشوف إنه المطر نزل لأنك بتستغفر وحتى بفصل السيف كمان مرتين بصفر السيف أمطرني الله فلما بقول النزل المطر مش استغفرت شيء للخريف لا بالصيف كمان وبالألفين وخمستاش بالألفين وثنين 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 نزل بالصيف نفس الشهر ستة وعندنا بيمطرش بيمطرش هيد السماء بالباية الأشهر وبشهر تسعة وبشهر عشرة أمطر الله السماء ولازال الحمد لله رب العالمين ف وفي رؤى مباشرة إنه هذا المطر مطر استغفار وفي فتوحات الأمور بتتحلحل أنت بفضل الاستغفار كانت الأمور مغلقة عليك فبديت تتريح شوي شوي قليلا قليلا نعم الفتوحات تبدأ مش إنه الإشي يعني ننهي هنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته